وعلى ذكر عمليات الأعدام الأخيرة في إيران تعود بالذاكرة إلى عام 1988 جمهورية الأعدامات التي كان إبراهيم رئيسي يشرف عليها أنذاك وهذه الجمهورية عادت الآن حيث لا يجرؤ فيها الناس على الاحتجاج ولا يجرؤ فيها المسؤولون على الانشقاق تقول مجموعة International Crisis لرويترز هنا مشهد الأعدامات في إيران وضع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمواجهة محلية وعالمية وأعاد بالذاكرة إلى قرارات رئيسي عندما كان عضوا في لجان الموت التي أشرفت على أعدام مئات المساجين السياسيين في العاصمة الإيرانية طهران وفق طبعا هنا منظمات حقوقية يشرف رئيسي على قمع حاد للإحتجاجات اليوم ويقول عنها مراقبون إنها تسببت بمقتل خمسمائة شخص من متظاهرين ورجال أمن وهذا يردد صدد دور الذي لعبه الرئيسي الرئيس الإيراني في إبادة السجناء السياسيين في عام 1988 وحينها وبعد أسابيع من الهدنة لإقاف إطلاق النار في يوليو والتي أنهت ثماني سنوات من حرب مضنية مع العراق أعدمت السلطات الإيرانية سرا وبشكل جماعي ألاف السجناء من المعارضين المنددين بالنظام الإيراني وشكل وقتها النظام ما أصبح يعرف باسم لجان الموت في كافة أرجاء إيران والتي تكونت مشاهدين من قضاة دينيين ومدعين ومسؤولين وخبراء استخبارات لتحديد مصير آلاف المعتقلين في محاكمات تعسفية استغرقت دقائق فقط وفقا طبعا لتقرير نشرته منظمات العفو الدولية واليوم وبعد حوالي ثلاثة عقود تتخوف أيضا المنظمات الحقوقية من أن ينجح النظام الإيراني من السيطرة على الاحتجاجات التي ترهب الناس بالإعدامات سرا وعلانية ترجمة نانسي قنقر